صفحة برنامج ولا تعسروا وهي تزعر لكم دلوقتي ودي الصفحة اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم وبنجاوب عليها في الحلقات دي الصفحة ظهرت لكم وكان أول سؤال عن جاوب عليه النهاردة من أسئلتكم اللي بعدتوانا على صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسروا سؤال جلنا من حساب فاطمة عيد بيقول لي السؤال بيقول ممكن أسألك سؤال يا أستاذ عمر الأم والأب بيجبونا علشان إيه عشان يتحكموا فينا آه والله مش فاهمة بجد دلوقتي الحمد لله نجحت في السنوية ألف مبروك نجحت في السنوية فأنا عايق وبالمناسبة نبارك لكل أحبابنا وأولادنا اللي نجحوا في السنوية العامة بتقول لي بقى والله أنا مش فاهمة بجد دلوقتي الحمد لله نجحت في السنوية العامة فأنا عايزة أخش كلية معينة فأمي بتسألني تقول لي عايزة تخش كلية إيه فأمي أما بتسألني تقول لي عايزة تخش كلية إيه قلت لأ أخش كلية كذا عارف عملت إيه ألا عارف بقى ده أنا بقى عارف عملت إيه يا أستاذ عمر زعقت وسرخت وقالت أنا أقول لأبوكي وأحرشه أقول ما تخليهاش تروح الكلية دي لو راحت الكلية دي ما تبقاش بنتي ولا عارفها ولا إحنا اللي بنصرف عليك ينفع ده وعلى فكرة كلية محترمة أنا قلت عادي مش مشكلة بس حلفت أنا مش قعدة معاهم في قعدة لحد ما أمشي على الكلية دي ينفع لا ما ينفعش حقيقة يعني كل الإصر اللي أنت قلت لها دي يا بنتي ما تنفعش خالص إحنا قانل الأول إن إحنا نغير تفكرنا شوية أول حاجة عشان نقدر نغير تفكرنا وأنا أعارف إن ده واجب على كل المشايخ واجب على المشتغلين بالشريعة إنهما يغيروا شوية من ثقافة الناس ومن وعيوها وخاصة إن العصر تغير والناس تغيرت ومفاهيمها تغيرت من جملة المفاهيم اللي تغيرت إن الناس بقى عندهم شوية مفاهيم تتعلق بالاختيار وتتعلق بالحرية وتتعلق بتحديد مصائرهم فمسلا على سبيل المثال أنت بتكلمي بنت بارغة ومكلفة ما هو في السنوية فهي بارغة ومكلفة فهي من حقها أنها تختار فعشان كده لازم الأباء والأمهات يعرفوا حاجة مهمة إن بر الوالدين فيما يخصوهما لا فيما يخص أولاده يعني إيه؟ يعني اللي يخص الأولاد ما فيهوش بر البر فيما يخص الأباء والأمهات ومسألة التعليم ده تخص الأبناء ما تخص ناشحنا إحنا مشكلتنا عارفين إيه اللي حصل في التعليم إن إحنا خلينا إن التعليم بدل إحنا بندفع فلوس نفقته يبقى التعليم ده ملكنا لا الحقيقة لا إحنا بنعلم أولادنا لإنه وده جزء من واجبنا اللي إحنا بنقوم بيه مش جزء من المال اللي بندفعه عشان نشتري أولادنا أو لنشتري التعليم اللي هم بتعلموه ده مش حقيقي مش معنى إن إنت بتدفع حاجة يبقى الحاجة دي ملكك والأولاد دولا مش ملكي ليك دولا عبيد لله سبحانه وتعالى أنت وهم عبيد لله فلازم تفهم كده كويس ولازم تفهم ما تربطش برهم بمستقبلهم وما تربطش برك بمستقبلهم وما تربطش إن هم يطيعوا ربنا إن هم يتركوا اختياراتهم أنت غاية مراد من رب العباد في السن ده بالذات تتحول إلى مستشار ليهم تحاول إن أنت تطور تفكرهم عشان ده جزء من برك بيهم أنت لو عملتش كده أنت مش هتكون بار بيهم فأنا بكلم الأم أرجوكي ما تعمليش كده ده مش جزء من البر وكمان لما بتقلب الأب على البنت البنت دلوقتي هتحس بالضياع خلي بالك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول أنا معلشي أنا ليه بقولك الكلام ده السؤال بيحكي لي إن بنتك دخل على أزمة نفسية السؤال بيحكي لي على إن بنتك مش هتعديها وما تجيش تقولي لي يعني إحنا مش هنعرف لرب أولادنا مين قال إن اختيار حضرتك لنوع التعليم اللي هي هتتعلمه وهي خلاص بلغت وقدرت اختار دلوقتي مين قال إن دوت من حق حضرتك مين قال إن واجب عليه إنه يسمع كده يعني سيدنا عبدالله بن عمر سيدنا عمر عمل معا كده كان بيلزمه إن هو يتعلم اللي هو بيحبه ده سيدنا عبدالله بن عمر لما أبو قاله طلق الفقاء خده إنه ده مش واجب عليه فمش واجب عليه على بنتك إن هي تسمع كلامك في مسألة التعليم ولازم تعرفي كده لكن هي من حسن تعاملها معك يبقى تعمل كده فأرجوكم لازم نفهم كده أولدنا أول حاجة برنا في أولدنا ما يتعلقش بخصوصيتهم في خصوصية لأولاد نعم إن هم يختاروا مستقبلهم إنه يختاروا وإحنا ننصحهم لكن ما نمنعهمش إلا إذا كان في حاجة اسمها الفساد نمنعهم من الحراف لكن نمنعهم من الخير لا ده أولدنا هيختلط عندهم مسألة الاختيار هدي أول حاجة حاجة تانية أرجوكي ببساطة خالص أولدنا مش عبيد لنا أولدنا مش ملكنا أولدنا عبيد لله نعلمهم إنهما بيختاروا يختاروا بناء على تقوى الله آخر حاجة لو سمحتم ما تحاولوش تخلوا اختياراتكم سبب في تعاسة أولادكم ده مش بنبر بالأولاد ولا إن انتوا تحققوا أمنياتكم في أولادكم ده مش حقيقي ده مش من أسباب السعادة عند الأولاد أنا اللي بقول لكم أنا اللي شفت الحالات دي ده مش أسباب السعادة عند الأولاد السؤال اللي بعد كده أنا ثلاث نصيح وهو قلتها للأم فهي لازم تبقى تراعي الكلام ده السؤال الثاني جي من حساب هانادي السلام بتقول إيه هل زواجي الثيب دون علم أبوها ولا علم أحد صحيح أنا الآن من السؤال ده ليه الآن من السؤال ده السؤال ده لو كانت قالتلي دون علم أبيها كنت هفهم إنها بتكلمني دلوقتي على الخلاف اللي ما بين السادة الحنفية والسادة الحنفية في مسألة وجود الولي في الزواج خلينا بس نقول إن المسألة كده شكلها كده تقلق وذلك يا صاحبة السؤال دي لازم تتصل بيه أو تتصل بدر الإفتة عشان تعرف الجواب عليها أنا مش هجاوب ليه؟ لأن هي منتظرة الجواب على ده عشان توفق الأوضاع أو تقول الكلام ده اللي هي فيه ده صح ولا غلط أنا عايز أول حاجة لصحة لما بيجينا حد عايز يتجوز في جواز زي ده يجيوا لنا والله أنا هتجوز بس أنا هكتم الجواز عن الآخرين أو نقوله ما تتجوز ليه؟ عشان حتى لو الجواز ده تمكتمل الأركان والشروط وفي الحالة دي الجواز ده بتبقى رخيصة والجواز ده تيعمل إيه؟ يعمل مشاكل كتير وخاصة لأحد قال أنا أتجوز من غير وليه بنقول ما تعملش كده ليه؟ لأن التفاصيل اللي الشرح حطاها لمسألة الجواز تفاصيل عشان نراعي كرامة المرأة وأن الجواز يبقى محترم طيب الحقيقة التانية أنا خاف أن الجواز ده يكون يكون جواز سري لمتوفر فيه الأركان والشروط فيكون إحنا لو قلت أن الجواز ده لو أن إحنا اتجوزنا فقلت أن الجواز ده صحيح يبقى أنا كده ضررت الناس لأن أنا معرفش الشروط والأركان المتوفرة في الجواز ده ولا لا فأنا محتاج أن أنا أسأل صاحبة السؤال شوية أسئلة عشان أعرف الجواز ده صحيح ولا لا هل توفرت فيه الأركان والشروط ولا لا فيه صيغة فيه مهر فيه ولي فيه أفهم لأن السؤال ده الآن منه لحسن يطلع الجواز ده جواز سري ومفوش أركان وشروط فعشان كده لازم نخلي بنا شويتين ثلاثة المسألة مش مسألة عشان هي أسيب تروح تكتب ورقة وخلاص ويبقى الجواز كده لا 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 لازم نتقل الله سبحانه وتعالى في الأعراض ونسأل سؤال واضح السؤال بعد كده سؤال من حساب حنان حربي بتقول أرجو من حضرك تدعيلي لعلك لعلك أقرب إلى الله مني ادعيلي ربنا يفرق كربي ويرزقني الزوج الصالح والذرية يا رب نسألك يا رب أن تجعلنا جميعا من الصالحين وأن تغفر لنا ما لا يعلمون وأن تجعلنا من من تقبل دعاءهم يا رب العالمين وإذا جعلتنا من من يقبل دعاءهم يا رب العالمين بارك لها ويسر لها أمرها واصرف عنها واجعلها يا ربنا ممن فرجت عنهم كربهم عاجلا غير آجل وأن تجعلها يا ربنا من من وسعت عليهم وعطيتهم من وددك الواسع وشرحت صدورهم واجعلتهم في رخاء وفي هناء وفي نعمة يا رب العالمين واجعلهم يا ربنا ممن يقبلون عالمين وارزقها يا ربنا وارزق بنات المسلمين بالزوج الصالح الذي يدخل على قلوبهم السرور ويدخل على قلوبهم السرور ويجعلهم في ساعة من أمرهم وساعة من رزقك يا رب العالمين